اليوم هو عيد الفالنتين عيد الحب ملايين من الناس حوالين العالم وكثير ناس في بلدنا يحتفلون بعيد الحب وانا صلاتي اليوم انه هدول الملايين هدول المئات الملايين اللي يحتفلون بعيد الحب يختبرون الحب الحقيقي إذا معظم هدول الملايين ديركضون وراء حب حب الصداقة حب الإثارة حب الشهوة حب الآيروس باليوناني اللي هو حب الإثارة والشهوة حب الصداقة وحب الفيليو حب الصداقة لكن انا صلاتي انه هالملايين اللي راكضين وقلوب حمر ودباديب حمر والفيسبوك كله أحمر والشوارع كله أحمر وطلع هامبرغر الساندويج أحمر الناس تختبر تختبر محبة الهسيد اللي هي محبة الله غير المشروطة غير المشروطة وغير المحدودة ومحبة الأجابي هي محبة الله لشنه المضحية من أجناء انا صلاتي انه هالملايين اللي مالين الفيسبوك ومالين المطاعم والشوارع الزتحام هالأيام انه يتقابلون مع هذه المحبة لهذا انا كنت شعر بالروح انه اتكلم عن الزواج اليوم لانه اقوى قل اقوى واعمق علاقة انسانية الله اوجدها على الارض هي علاقة الزواج منو يأيدني اعمق واقوى علاقة بشرية على الارض الله الله خلقها الله هاملها هي علاقة الزواج علاقة الزواج الزواج يكون كامل لما الاثنين يختبرون محبة الأقابية لما يكون عندنا محبة الله في داخلنا نقدر نحب بعض الزوجين يقدرون يحبون بعض اي واحد برا اذا ما مختبر محبة الله حكونا عنده محبة الصداقة محبة الإثارة محبة الشهوة وكلها تقل وتنطفئ لكن محبة الله غير محدودة وغير شروطة ومضحية لأجنى امين؟ لهذا اليوم رح نتكلم في موضوع الزواج للمتزوجين خبر حلو؟ هم؟ وللغير المتزوجين المقبلين على الزواج خبر حلو، اوكي طرفون اكو عددين رئيسيين في الكتاب المقدس يشرحوا لنا فكرة الله عن الزواج العدد الاول موجود في تكوين اثنين عدد ثمنتعش تكوين اثنين عدد ثمنتعش قل وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره هذا العدد يشوفنا انه الله هو اللي اوجد الزواج الفكرة كانت فكرة الله قولوا الفكرة كانت فكرة الله الله هو اللي بارك الزواج شون بارك الزواج؟ وضع ادم وحواء في اجمل مكان وين؟ بين قوسين في الجنة فالله بارك الزواج وخلهم اثنين مع بعض من دون ملابس تحت ضوء القمر ماكو حموات ماكو كهرباء تنطفي ماكو مولدة ماكو اكل يحترق كل شيء تحت ضوء القمر وفي الجنة ولكن قولوا ولكن ولكن بشرط انه ادم وحواء يكونون في علاقة حميمة ومع الله تسويها الشكل حميمة ومع الله إذا قصد الله للزواج ان يكون رائع قول رائع قصد الله للزواج ان يكون جنة اللي مزعل ويأمرته اليوم اللي كان حرقت له الأكل قصد الله للزواج ان يكون جنة مع هذا أنا وجدته انه من أتعس الناس هم مو الناس العزاب لكن هم الناس المتزوجين من الأشخاص الخطأ واللي تحولت حياتهم من جنة الى جحيم طف هون كنتوا دا فكر بالزواج وشون انه الزواج يشبه حساب في البنك مشي يشبه الزواج؟ عندك إحساب في البنك طرف لما لما يكون عندك إحساب في البنك وانت تبدي تسحب من رصيدك تسحب من رصيدك وتبدي تسحب أكثر من رصيدك مشي يصير عندك؟ صير عندك مشكلة البنك يصيحوك صح لو لا؟ هكذا في الزواج اذا كان كل اللي تتأملوا في الزواج انه تاخد اذا كان كل اللي تتأملوا تاخد انه بس تطلب لنفسك اذا كان كل اللي تتوقعوا من الزواج انا اريد انا اريد وما تعطي ما تقدم للطرف الاخر ما رح يمضي وقت طويل حتى تصفر الرصيد مو رصيد الموبايل رصيد الزواج يصفر التاير شي يصير بينه؟ بنشر وبذلك تبدأ مشاكل الزواج والزواج يبدي يعاني من مطبات حبائي الزواج هو عطاء اكثر من الاخذ قولوا الزواج هو عطاء اكثر من الاخذ امين؟ العدد الثاني اللي يوضح لنا فكرة الله عن الزواج موجود في تكوين 2 عدد 24 يعني لازم نحفظ العددين تكوين 2 18 تكوين 2 24 تكوين 2 24 يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدا واحدا شطار حافظيها كلمة يلتصق بإمرأته باللغة الأصلية بالعبري تعني يتمسك بشيء وما يتركه أبدا وكأنه شخص تخيلوا إياه شخص مطروح بالبحر ومتمسك بقطعة خشب وما ممكن يتركه لأنه إذا تركه شيء يصير بينه رح يغرق رح يموت هذا معنى كلمة يلتصق باللغة الأصلية إنه ماكو شيء ممكن يفصل الاثنين عن بعض إلا الموت حبائي الزواج هو أهد الزواج هو شنو؟ معاقد هو أهد يخطع رجل وإمرأة ويمنو وي القاضي رجل وإمرأة مع الله ومع بعضهم البعض وهذا العهد لا ينكسر هذا العهد هو التزام حتى الموت هذا العهد هو التزام في تحمل ظروف الحياة الصعبة معا هو مشاركة تامة بين طرفين في كافة مجالات الحياة وحتى الموت وقصد الله من هذا الزواج هو أنه يكمل كل من الطرفين الآخر أنه كل طرف يكون معين نظير للآخر أنه يلتصق الرجل بإمرأتي ويكونان جسدا واحدا حبائي مهم جدا أن نفهم أنه أنه مطلق لكن الانفصال الانفصال هو مو خيار عند المؤمنين الانفصال مو خيار عند الناس المؤمنين في الزواج أنا أعتقد أنه حتى الانفصال الوقتي يعني حتى لما أنا أزعل وما أنام بالغرفة هذا كسر للعهد غلط لأنه الشيء اللي يخلي الزواج يصير أقوى تعرفون شنو؟ أنه رغم الخلافات الطرفين يبقون مع بعض يعملون باجتهاد حتى يحلون مشاكلهم بالحقيقة الزواج يصير أقوى لما يواجه مشاكل ويقدر يجتازها الزواج يصير أقوى لما الزواج يواجه مشاكل ويقدرون مع بعض يجتازوها لكن لما تزعلين لما تقولين راح أروح بيت أهلي عدو الخير الشيطان شي يسوي يعمق يزيد المشكلة حبائي أنا أريد أقلكم لازم نتعلم النقاش إذا أردنا للزواج أن ينجح وياي لازم نتعلم نتناقش كثير من الناس ما تعرف تتناقش بطريقة صحيحة نصيحة أخوية أريد أقدمها للأزواج الأزواج وين الأزواج يرفعون إيديا؟ الأزواج ليس الزوجات لما تتناقش ناقش موضوع واحد فقط إذا تتناقش في موضوع الطبخ والأكل محروق لتدخل أمك وحماتك بالموضوع أوكي؟ يعني أمي تطبخ أحسن من أمكي وأمي لتدخل أمك وحماتك في الموضوع نصيحة للأخوات للأخوات نصيحة للأخوات أخوات يرفعون إيديا من الزوجات إذا أدا تناقشينوا يا زوجكي أنه لازم ياخد شوار قبل ما يدخل الفراش لتدخلين أبونه بالموضوع أبوك كان هيكي أبوي كان نظيف لتدخلون ناقش في موضوع واحد فقط حباي الكتاب أوصانا أن نكون لطيفين تجاه بعض أن نكون سريعين أن نخفر لبعض وأن ننسى لبعض أن ننسى أن ننسى ضعفاتنا أن ننسى أخطاء بعضنا البعض إذا قلنا أن الزواج شنو؟ أحد تعرفون أكو أحدين رئيسيين في الكتاب المقدس شنو هما؟ أهد الأول هو أهد الدم أهد شنو؟ أهد الدم والأهد الثاني هو أهد الملح للناس جدة في الكنيسة ما سعملين هذا الشيء من قبل أهد الدم باختصار إلو علاقة بفداءنا قولوا أهد الدم إلو علاقة بفداءنا نحن مخلصين بدم الرب يسوع وأول بداية لعهد الدم الله عمله مع البشر لما الله شاف آدم وحواء أخطأه السوى الله أخذ حيوان ذبحه سلخ جلده وأخذ الجلد وغطى آدم وحواء هذه هذه أهد الدم هذا أول أهد للدم مع آدم وحواء بعد الله عمل أهد مع منه؟ إبراهيم طبعاً نحن من المستفيدين من هذا الأهد من خلال دم الرب يسوع من خلال الخروف اللي ذبح لأجلنا أمين؟ طرفون بالزمانات بأفريقيا مثلاً لما الثنين كانوا يدخلون في عهد مع بعض أوكي، طرفون شو كانوا يسوون؟ كان الاثنين، الثنين يريدون ياخدون عهد حتى الموت يكونون أمينين ويدافعون عن بعض كانوا يجرحون إيدهم بسكين أوكي، يجرحون إيدهم بسكين وبعدين الاثنين يجيبون كاسة ويخلون إيدهم تنزف بالكاسة ويخلون دمهم يختلط مع بعض بعدين يسوون شي غريب جداً كانوا يشربون هذا الدم في علامة أنه نحن اتحدنا ببعض ونحن رح ندافع عن بعض حتى الموت أيضاً عهد الدم نشوفه في العشاء الأخير لما الرب يسوع قال لتلاميده قال هذا الخبز يرمز إلى شنو؟ إلى جسدي وهذه الكأس ترمز إلى شنو؟ إلى داميه ويسوع كان ده يعني أنه أنا داخل وياكم في علاقة عهد وعهد الدم هذا يعني أنه كل ما هو لي هو لكم لكن هو بالمقابل قال أنا ده أتوقع بالمقابل إذا أطلب من عدكم أي شيء أنا أتوقع أن تعطونيه مهما كان الثمن همين؟ لكن أيضاً عهد الدم إن شوفه يظهر بشكل رائع جداً في الزواج لاحظوا الله خطط الزواج أن يكون رجل واحد مع امرأة واحدة مدى الحياة بمعنى أن الطرفين ما يدخلون في أي علاقة حميمة مع أي شخص آخر صح؟ هذا زواجنا المسيحي رجل واحد امرأة واحد زواج حتى الموت فالعريس بعد الاحتفال بالعرس كان يدخل على عروسه ولي يصير أن الزوجة العذراء من خلال العلاقة الحميمة رح تنزف وهذا كان رح يولد عهد دم وفي القديم العادة كانت أن العريس ياخذ الشرشف المغطى بالدم واللي هو رمز للعهد بين العروسين ويروح من الشباك ويلوح بالشرشف المغطى بالدم معلنا أنه عهد الدم قد قطع أنه أنا لها أنه هي لي للأبد أنه نحن دخلنا في عهد دم معاً حتى الموت سامعين هذا من قبل؟ عهد الأول هو عهد الدم ويتكلم عن الفداء لكن العهد الثاني هو عهد الملح وعهد الملح يتكلم عن المسؤولية يتكلم عن شنو؟ عن المسؤولية في صفر اللاوين وصحاح 2 عهد 13 الله قال لي هارون كل ذبيحة تقدمها تأكد أنك رشيتها بملح كل ذبيحة تقدمها تأكد أنك رشيتها بملح موجود أكون ملح هاي الشوشة في العهد الجديد الرب يسوع أشار إلى عهد الملح في مرقص 9 قال كل ذبيحة أيضاً عاد نفس الكلام لازم تملح بملح بعدين قال ليكن لكم في أنفسكم ملح في إنجيل متى الرب يسوع قال أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح طبي ماذا يملح؟ يبدو الكلام غريب لكن إذا بحثنا في الموضوع أكثر نشوف أنه كان هناك شيء في القديم اسمه أهد الملح بالكتاب موجود أهد الملح دوروا وقلوا لي وين؟ هذا الملح كان أنه لما يكون أكو طرفين يريدون أن يعملون اتفاق طرفين يريدون أن يعملون اتفاق إما أو زواج كان يتفقون واحد من الطرفين شي يجيبوينه خبز يحطوا الخبز والطرف الثاني شي يجيبوينه ملح وبعدين شي يسوي يجي يرش الملح على الخبز وبعدين شي يسوون كانوا يأكلون مع بعض الخبز المملح في إشارة في علامة على أن الاتفاق قد تم هذه الأيام عندنا قل لك ماكلين خبز وملح مع بعض قل لك ما أخونك ماكل ببيتك جاية من هذا ما دام عاملين اتفاق أكو مسؤولية واليوم نحن نعرف أنه الخبز يرمز للرب يسوع أمين؟ الخبز يرمز لجسد الرب يسوع المكسور لأجلنا الخبز هو الذبيحة يسوع الذبيحة اللي ذبحت من أجلنا رب يقول هذا جسدي أنا أخلينه على المائدة وراب يريد من عندنا أن نملح الذبيحة إنه نجيب الملح بس مو هذا الملح لكن من هو الملح؟ نحن قال أنتم ملح الأرض نجيب الملح اللي هو ملح التكريس ملح الحياة المقدسة أمام الله الخبز موجود صح؟ لكن الله يقول أنا أريدكم تجيبون الملح أنا أريدكم تملحون ما أنا أوفر بتكريس حياتكم بحياتكم النقية بأياديكم النقية بقلوبكم الطاهرة أمين؟ نشوفوا في أهد الملح أنه أهد الملح هو أهد للنقاوة قلوا ليمك قلوا أهد الملح هو أهد للنقاوة قول للشخص ليمك حتى يحفظه أهد الملح هو أهد للنقاوة وأنا أصلي اليوم أنه نفهم هذا الكلام الله وفر لنا الخبز اللي هو الرب يسوع بنعمته صح؟ اللهم طانا يسوع بالنعمة أمين؟ لكن اللي يخلي الله قوي في حياتنا هو أن نعيش حياة التكريس وأن نعيش بقداسة بنقاوة هذا هو الملح والملح يتكلم عن الأمانة في العلاقة يتكلم عن الالتزام في العلاقة يتكلم عن المسؤولية في العلاقة أمين؟ ترفون الله ما رح يقبل أي ذبيحة تقدمها إلا إذا رشيتها بملح اللي هي حياتك المكرسة لالله أقوى ذبيحة تسبيحة تقدمها إذا مر الشيتها بملح حياتك المكرسة ما رح تقبل أي ذبيحة تسبيحة تقدمها إذا حياتك ما مكرسة ما رح تكون مقبولة ترفون أنا ممكن أجيب الخبز اللي هو كلمة الله خبز رمز لكلمة الله صح؟ أنا ممكن أجيب كلمة الله وأوعظ بكلمة الله وحلو، حلو، كلام الله حلو لكن لما تملح بحياتي المكرسة طعمها رح يكون مقبول أكثر، صح؟ كلمة الله شهية جداً لكن لما تملح رح تكون أشهى ورح تخلي الناس جعانين إلى أكثر ترفون كنت أفكر الخبز طعمه طيب، صح؟ خبز حار طعمه طيب، لكن الملح يعطي نكهة للخبز يعني إذا خبز ما بينه ملح طيب؟ الملح يعطي نكهة الخبز الملح هو يعطي الأكل نكهة طيبة يسوع هو خبز الحياة لكن اللي خلي الناس تجي وتطلب يسوع منه لما نحن كهنة الرب نرش الملح اللي هو حياتنا المكرسة لالله ونجي نقول للناس برا نقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب أمين؟ إذا أولاً أهد الملح هو أهد للنقاوة أنه اثنين اثنين زوجة وزوجة التزموا معاً أن يعيشوا بأمانة مع بعض أنه ما يخنون بعض للأبد أمين؟ لكن أيضاً عهد الملح هو عهد للحماية قلوا ليمك عهد للحماية كتاب يقول في أخبار الأيام الثانية صحة 13 عن حرب نشبت بين ملكين ملك يهوذة كان اسمه أبيا وكان أبيا عنده أربعمائة ألف مقاتل فالحرب كانت بين ملك يهوذة وملك إسرائيل ملك إسرائيل اسمه يارب عام كان عنده ثمانمائة ألف مقاتل يعني أربعمائة ألف مقابل إش قد؟ ثمانمائة ألف ويارب عام كان ملك شرير جداً كان يعبد البعل كان سبق وطرد كل كهنة الرب ويارب عام ظن أنه بهذا الجيش الكبير يقدر يغلب ملك أبيا لكن أبيا قال لي أربع عام قال له هذا الكلام قال له أنت تعتقد أنه بجيشك الكبير تقدر تفوز علي؟ أنا أحذرك ليش تحذرني؟ قال له لأنه أنا داخل في عهد ملح مع الرب إلهي فأنت لو حربتني أنت كأنه دا تحارب الرب أنت مرح تقدر تحارب الرب أنت مدى تفهم أنه بالثمانمائة ألف أنت ما عندك فرصة أنه تفوز علي يعني مو يمكن أنت ما عندك فرصة أنه تفوز وحبايا أنا أعتقد أنه أنه نحن عايشين في وقت مثل وقت أبيا ويارب عام نحن عايشين في وقت تحت ضغوط وحروب من الشيطان لكن اليوم إذا دخلت في عهد ملح مع رب إلهك رب رح يقول لك أنا رح حارب كل حروبك أنا رح أهزم كل أعدائك أنا رح أقف أمام كل أعدائك وانتهرهم من أمامك أمين طب فول لأنه أبيا كان داخل في عهد ملح مع رب انتصر في الحرب وهوزم يارب عام كتاب يقول هزيمة عظيمة انقتل من جيشه نص مليون خمسمائة ألف انقتلوا في الحرب طرف ليش اليوم أنت مرات عايش مهزوم يمكن أنت مؤمن بس مرات عايش مهزوم لأنه ما عندك ملح في حياتك أنت كل اللي عندك نعمة الله اللي خلصتك يمكن من جهنم أي إذا أنت مخلص مرات أنت مؤمن بس مهزوم 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 لأنه ما عندك ملح أنت بس عندك نعمة على حد أنه تخلص لكن خليني أقول لك إذا ما عندك ملح في حياتك أنت رح تهزم مرات ومرات ومرات لكن إذا تريد تعيش حياة فيها انتصارات لازم تخلي بعض المعايير في حياتك تقول خلي بعض المعايير في حياتك تحتاج أنه تعيش في قداسة تحتاج أنه تخلي مخافة الله في داخل قلبك قلوا أمين لوط من هو يعرف لوط؟ من هو يعرف لوط؟ لوط كان عنده خبز بس ما كان عنده ملح صح؟ لوط كان مؤمن صح؟ أريد أسمع لوط كان مؤمن؟ نص ونص؟ لوط كان مؤمن كتاب يقول كان مؤمن بس الكتاب يقول كان يعدب نفسه بالأفعال الأثيمة لوط كان عايش في مكان شرير في سدوم عمورة كان يسمع من جيرانه أغاني من هو ينطيني اسم أغنية؟ كلنا مؤمنين كلنا مؤمنين من يسمع أغاني؟ كان يسمع من جيرانه كان يتفرج مناظر الخلاعة في المدينة لما حاول لوط أن يقنع عائلته بالخروج من المدينة لأنه دينونة الله رح تيجي يقول الكتاب كان شنو؟ كان كمازح في عيونهم يعني ضحكوا علينا لما قلم دينونة الله رح تيجي على سدوم عمورة خلينا نطلع ديروح متونسين ليش؟ ليش ضحكوا علينا؟ تعرفون ليش؟ هو كان مؤمن بس ليش ضحكوا علينا؟ لأنه كان عايش مثلهم لأنه ما كان عنده ملح في شهادته تعرفون ليش؟ الله قرر أنه يهلك سدوم عمورة الله أهلك سدوم عمورة لأنه ما كان ملاقي عشر أشخاص أبرار في المدينة لأن الله ما وجد في المدينة في سدوم عمورة كنيسة فيها ملح كل اللي وجدوا كنيسة تقدم إنجيل حلو هادئ كل اللي وجدوا الله كنيسة لا تتوب ولا تعيش صح وكنا نعرف قصة لوط لما هرب هو وزوجته وبناته من المدينة وزوجة لوط كانت محبة للعالم أكثر من محبتها الله لما نظرت إلى الوراء تحولت إلى عمود ملح تحولت إلى الشيء اللي رفضت أن تكونه انتبهوا إياي ليش تحولت إلى عمود ملح؟ تحولت إلى الشيء اللي رفضت أن تكونه الله كان ممكن يحول إلى صخرة؟ كان ممكن؟ كان ممكن بس الله حول إلى عمود ملح لأن الله كان يريد يترك أثر على الأرض يذكرنا بالشيء اللي يريدنا أن نكونه واضح؟ وكأنه الله ديق لنا اليوم أنه أنا ما أحتاج في مدينة بغداد مؤمنين عند الملح أنا لا أريد مؤمنين مثل جماعة لوط أنا أريد مؤمنين حياة حياة مكرسة إلي لأن كل ذبيحة تقدمها لالله يجب أن تملح بملح الله ديق لنا ما أحتاج في مدينة بغداد مؤمنين عند الملح حتى أحفظ هذه المدينة من الخراب ولهذا رح أن وزعك ملح اليوم الله يريد نوعية مؤمنين بهذا المستوى إذن أولا أهد الملح هو أهد للنقاوة ثانيا أهد الملح هو أهد للحماية ثالثا وأخيرا أهد الملح هو أهد للإثمار وللبركة هذه تعجبنا لنقاوة بس للإثمار وللبركة نركض عليها كتاب يقول في ملوك الثاني صحاح الثاني أنه أليشع ذهب إلى مدينة مدينة كان موضعها حسن لكن المياه كانت ردية والأرض كانت مجذبة يعني جرداء يعني بلا ثمر أليشع يقول الكتاب أخذ ملح وسوى طرحه في الماء يقول الكتاب فبرؤت المياه معجزة أخذ ملح طرحه في الماء برؤت المياه وأتى الإثمار على الأرض حباي أهد الملح هو أهد البركة والإثمار أهد الملح هو أهد البركة والإثمار اليوم إذا أنت مدى تشوف ثمر في حياتك اليوم إذا أنت مدى تشوف بركة الله على حياتك اليوم إذا حياتك عبارة عن علاقات مكسورة اليوم إذا حياتك عبارة عن خسارات 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 سلب 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 يمكن تحتاج أن ترجع لالله وتسلم أمورك يمكن تحتاج أن تدخل في عهد ملح مع الرب إلهك يمكن تحتاج أن تدخل في عهد ملح مع الشريك حياتك يقولوا أمين تعرف أنه أنت ما تقدر تعيش من دون ملح لما تروح للمستشفى وحالتك يعني حالة أول شيء يدخلوك يخلوك مغدي ماء وملح صح؟ يخلوك رأساً أول ما تخربطوا يخلوك مغدي ماء وملح حبائي أكو شيء في الملح يعطي الحياة واليوم يمكن البعض منكم ميت روحياً لأنه ماكو تكريس في حياته أكو صورة التقوى موجود في الكنيسة لكنه عايش برا مثل العالم لكن الرب دا يقول لك إذا دخلت في عهد ملح معي أنا يقول الرب رح أسترد حياتك أنا رح أعوضك عن كل اللي فات أضعف أنا رح أسترد كل ما سلب العدو من حياتك أنا رح أسترد زواجك أنا رح أحرك من قيودك وأنا أهم شيء رح أبارك حياتك من يقول أمين أنا خلصته أنا أريد أطلب من التشريفات أينهم؟ التشريفات أينهم؟ أريد تجون؟ يوسف أينهم؟ أريد أطلب من كل المتزوجين المتزوجين الموجودين زوج وزوجة معا يوقفون كل المتزوجين زوج مع زوجة يوقفون يعني إذا زوجتك موجودة يمك أو إذا مو يمك تربوا يوقفوا مع بعض إذا زوج وزوجة بس يوقفوا مع بعض أمين أمين أوكي أوكي رح أطلب من كل الشباب والشابات المقبلين على الزواج ثمونتعش فأكثر يوقفون الممتزوجين فقط الشباب والشابات الممتزوجين يوقفون ممكن نووزع ممكن نووزع زوجة ياخدون كيس وعلبتين أريد أطلب من هالة أن تجي لي عندي هالة أشكر الله من أجل هالة صارنا ثلاثين سنة متزوجين زوجة كل واحد ياخد ملح كل واحد منكم ياخد ملح أمين أوكي رح نسوي عهد بيناتنا أوكي خلينا نفتح العلبة نزمي هذا رح نسويه هسه أول شي الزوجة تفتح العلبة وتخلي الملح في الكيس الزوجة أوكي الزوجة تخلي في الكيس الملح هذه حياته هذه حيات هالة تخليها في هذا الكيس كملنا؟ هسه الأزواج الأزواج يخلون الملح اللي يعبر عن حياتهم في هذا الكيس وخلينا نحرك الكيس خلينا نحرك الكيس أوكي حبات الملح اختلطت زين؟ ها؟ الهدف ذا نحرك حتى تختلط زين بحيث ما ممكن فصلها عن بعض أوكي؟ إذا، اسمعوني إذا بطريقة ما قدرت أفصل أسه فتحته إذا بطريقة ما قدرت أفصل حبات الملح مالي عن حبات الملح الخاصة بهالة عندها فقط رح أقدر أكسر العهد بيناتنا هم؟ قلوا أمين يعني ما ينكسر أبدا الزواج هو اتحاد حتى الموت فما جمعه الله لا يفرقه إنسان أريد هالهولة من أم قصاي أنت مو بالزواج؟ هذا هو الزواج المسيحي نحن ما نقدر نتعب من بعض نحن ما نقدر نختلف عن بعض ونترك بعض أنا ما أقدر أخذ حبات الملح مالي اسمعوا أزواج أنا ما أقدر أخذ حبات الملح مالي وذبها على غير امرأة أنا لازم أحتفظ بالملح مالي بس لهالة أمين الزواج هو التزام الزواج هو التزام هو قهد أنه مهما كانت خلينا نقول مهما كانت الظروف جيدة أو سيئة في الصحة أو في المرض في الغنى أو في الفقر راح نكمل مع بعض أمين الآن أنا أريد الأزواج الأزواج يقطعون أحد لزوجاتهم الأزواج يقطعون أحد لزوجاتهم أنا أريد قول اسم زوجتك أنا راح أقول هالة قول اسم زوجتك في هذا اليوم أنا جاي أجدد أحد الملح معك أنا أتأحد أن أحبك وأكرمك وأحميك وأكون أمين لك سمحيني على كل الأوقات اللي لم أقدرك كفاية سمحيني عن كل الكلمات اللي قلتوا مرات لك ما كانت مملحة بملح من هذا اليوم أصلي أنه الله يجدد أحد الملح بيناتنا وبعهد الملح هذا نحن رح نكون واحد وما جمعه الله لا يفرقه إنسان هل هو لا؟ في اسم يسوع الناس السينجلز الناس الممتزوجين يوقفون خلي المتزوجين يوقفون بس خلينا خلي الناس الممتزوجين لو أنت بعدك ما متزوج امسك امسك الشوشة ارفعها ارفعها أريد أقل لك كلمة من الرب خد كلمة من الرب حافظ على نفسك نقي حافظ على نفسك طاهر حافظ على نفسك مقدس تقي ترفون لما لما الإنسان ما يكون متزوج ويمارس علاقة حميمة مع شخص آخر الكتاب يقول يكون الاثنان جسد واحد يعني لما تزني أنت تكون مع هذا الشخص جسد واحد ما تقدر تنفصل عنه لذلك أقل لك احفظ نفسك طاهر مقدس نقي لهذا هذا الملح ما رح تفتحه إلى يوم زواجك اوكي خليك متذكره خلينه بالكوميدية مراسك أنه أنا رح أحفظ نفسي مقدس لغاية اليوم اللي الرب يشوف لي شريك الحياة أمين؟ خلينا نصلي يا رب يا رب أنا صلي أنه تساعد يا رب الأخوة والأخوات الممتزوجين يا رب ساعدهم يا رب أن يعيشون مقدسين ساعدهم يا رب عيشون يا رب طاهرين يا رب يمكن أصدقائك يضحكون عليك يمكن صديقاتك يضحكون ويستهزؤون بك لكن إذا كان عندك ملح كافي إذا كان عندك ملح كافي أصدقائك وصديقاتك سيكون العطشانين للملح اللي عندك يا رب نحتاج جيل مسيحي مملح يا رب يا رب أعطينا هذا الجيل في هذه الكنيسة حاللويا خلينا نصلي من أجل الأزواج خلينا الأزواج يمسكون إيدين بعض لأن الأزواج يمسكون إيدين بعض حاللويا يا رب أنا أصلي يا رب من أجل يا رب كل زواج يا رب كل زواج ماثل في هذا المكان يا رب يا رب أنا أصلي يا رب أن أنت تبارك كل بيت في اسم رب يسوع في اسم رب يسوع أنا أريد الأزواج كلهم حتى لو كان شخص واحد يعني زوج أو زوجة خلينا نوقف مع بعض يا رب أنا أصلي أنك أنت تبارك كل بيت ماثل في هذا المكان أنا أصلي يا رب من أجل كل زواج موجود في هذا المكان أنا أصلي يا رب باسترداد لكل علاقة مكسورة في هذا المكان في اسم رب يسوع أصلي باسترداد للعلاقة المكسورة باسترداد استرداد استرداد أصلي يا رب أن قوة قوة روح القدس تنسكب يا رب على كل بيت أصلي يا رب أن تعمل أمور عظيمة أصلي يا رب أن غفران يسري في هذا المكان وفران يسري في هذا المكان أصلي أنه تجي وتشيل كل مرارة تجي يا رب تشيل يا رب كل جرح موجود في القلب يا رب أصلي يا رب أنه تجي وتعمل عمليات وإصلاح للعلاقات الخربانة يا رب أنت قادر لو 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 أنت عندك علاقة مكسورة مع شريك حياتك لو عندك مشكلة معينة هو وحده قادر أن يصلح كل علاقات ويجبر الكسور ويشفي الجراحات لو كان زواجك مثل جحيم أنت قادر أنه تخلينه بين إيد الرب يحولوا إلى جنة يا رب مد إيدك مد إيدك مد إيدك بحياة بدل الموت مد إيدك ومسح الدموع مد إيدك وش في الجراح مد إيدك ونش في الدموع مد إيدك على كل بيت أنت قادر أنه تصنع إصلاح حقيقي يا رب إصلاح للعلاقات إصلاح للشيء الخربان إصلاح يا رب للشيء اللي ما يتصلح يا رب يمكن يا رب الناس واصليني إلى درجة الطلاق يا رب لكن انت قادر انت قادر أن تقيم انت قادر يا رب أن تصنع حياة انت قادر أن تصنع إصلاح للخراب اللي قام بينه الشريا تعال بزيارة لهذا المكان تعال بغفران لهذا المكان تعال شيل كل المرارة من القلب وعطي الطرفين حكمة في بناء البيت يا رب رجع الطرفين لشخصك اشفي 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 المرارة اشفي الجروح طيب القلوب اغمر يا ربي امر جديد يا رب اصنع امر جديد في هذا المكان تعال يا رب استرداد للعلاقة تعال يا ربي زمن تعويضات انت قادر ان تأتي بزمن تعويضات يا رب نفس القوة لأقامتها من بين الاموات قوة روح القدس تعال بقيامة تعال بقيامة على الزواج هذا تعال يا رب بقيامة تعال بحياة تعال ببركة تعال باثمار يا رب الارض يا رب موزينة مشدبة انت قادر ان تصلح الارض تجعلها ارض جيدة انت قادر ان تجي بابراء للمياه انت قادر ان تأتي ببركة واثمار يا رب الناس المحتاجين حماية يا رب انا اصلي حماية دمك على كل شخص في هذا المكان يا رب انا اصلي يا رب بركة يا رب على كل بيت يا رب بارك 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 بيت مليانة عقم يا رب انت قادر ان تأتي بالثمر حياة 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 اكو عقم في الشغل اكو عقم اه في العلاقة المحبة بين الطرفين حياة 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 بدل عقم حياة حياة الرب يريد يبارك الرب يريد يبارك الرب يريد انه يثمر الرب يريد انه يلمس الارحم الشفاء وحياة العقم يزول والثمر يأتي والبركة تأتي البركة تأتي البركة تأتي البركة تأتي يا رب انت تلمس يا رب تلمس يا رب واتبارك واتبارك يا رب يا رب انصلي يا رب انه تجي بابراء يا رب لاراضينا يا رب يا رب نتوب يا رب عن كل يا رب خطايا في حياتنا يا رب توب يا رب عن كل ميراث رديء يا رب موجود من الأباء من الأجداد يا رب يا رب نرفع يا رب ونكسر كل لعنات موجودة في هذا المكان في اسمه رب يسوع كل لعنات تكسر كل لعنات في اسم رب يسوع نربط الشرير خارجا ونؤمن حل لعواء المربوطة من الشرير في اسم رب يسوع حرية 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 من كل قيود من كل ربط من كل لعنات في اسم رب يسوع استقبل حريتك من الرابق قل يا رب انا حر اشكرك لانك حررتني اشكرك لانك شفيتني اشكرك لانك باركتني اشكرك لانه قصدك لي حياة واثمار ومجد انتوب عن كل خطايا تعال يا رب تعال يا ربي مخافتك على حياتنا تعال يا رب قدس حياتنا تعال يا رب قدس حياتنا خلينا ربي اولادنا في مخافة اسمك سعدنا سعدنا وصل يا رب اخر شيء الناس المتزوجين المسم المسم املأهم بمخافة اسمك يارب املأهم بمخافة اسمك وساعدهم ان يحتفظوا بالملح يا رب انهم ما ينجسوا يا رب نكونوا طاهرين مقدسين يا رب المس العيون المس المس عيونهم قدس نظراتهم المس قلوبهم يا رب المس يا رب افكارهم ودوافعهم وليسانهم واذانهم وقلبهم نقي 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 احفظهم من الشرير حتى لا يتعبهم ان اصلي بركات على حياتهم ان اصلي يا رب ينتظروا لغاية اليوم يا رب اللي يشوفون يا رب الزوج او الزوجة اللي من عندك يا رب يا رب يا رب باركم 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 وطيم يا رب سؤل قلبهم في اسم رب يسوع في اسم رب يسوع امين امين امين